بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مشاهدين الكرام أينما كنتم سلام الله عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يخافوا منه بعض الناس وربما بعض الناس مايفهموش الفهم الصحيح يقولوا اللي ما عندوش أمانة ما عندوش دين معناها نقولوا اللي هو كافر لا نردوا بالنا هنا نرجعوا لشرح الحديث ونلقاهم يقولوا اللي مش معنى الحديث أنه لا إيمانة له جملة ولكن انتفى عنه كمال الإيمان خطر الإيمان يزداد وينقص وهذا ثابت حتى بالقرآن على ذلك ربي سبحانه وتعالى يقول لك ويزيدهم إيمانا وزادهم إيمانا الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعاصي ونعرفوا أحنا اللي الإيمان 73 شعبة علىها لا إله إلا الله قوله لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من شعب الإيمان ومن الحاجات اللي تكمل الإيمان ودلالة على كمال الإيمان هي الأمانة ملأ الإنسان يحرص باش يكون عنده أمانة يحرص اللي يحب يكون كامل الإيمان لابد أنه يكون من أهل الأمانة وإحنا نعرف اللي ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حثنا على الأمانة وقت اللي قال في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله نعم ما يعظكم به ربي سبحانه وتعالى أمرنا هنا بأداء الأمانة إلى أهلها ابقى أنهي الأمانة وشنية الأمانة خطر بعض الناس يتصور الأمانة اللي هي فقط خلي تحويجها عند حاجة مادية فلوس ذهب ذك هي الأمانة لا الأمانة معناها أكبر وأوسع وأشمل من هذا المعنى الضيق الأمانة عندها صحيح معنى حقيقي اللي هو نقوله أحنا حاجة خبيت عنده إنسان خبيت عنده حاجة ديك هي الأمانة لكن عندها معنى مجازي تطلق على كل الحاجات اللي لابد الإنسان يأديها أمانة الدين أمانة العلم أمانة الحق أي حاجة لابد أنها تصدر من الإنسان ديك تعد من الأمانة هات نحاول ونفهم بالضبط شنية الأمانة نرجع لللغة ونرجع لل اللي شرحوا وش معناها الأمانة بش نعرفوا بالضبط شنية الأمانة بش نكونوا من ناس اللي يحفظوا الأمانات الأمانة هي مشتقة من آمنه على الشيء أي جعله آمنة وكيف تتخلي الإنسان آمن كيفاش معناها تخليه في أمن تخليه في طمئنان ما وش خايف ما وش متقلق على الحاجة اللي استودعك عليها على ذلك تسميت الشيء المؤمن به تسمى أمانة باعتبار أنك كيف تخلي عند إنسان حاجة تبدأ آمن مطمئن ما كش خايف عليها لا بش تضيع ولا بش يستعملها هو في مصالحه شخصية ولا بش يضيعها ولا بش يعطيها الحد آخر ما للأمانة هي في الواقع فعلا الودائع والحاجات اللي نخبيوها عند الناس ولكن عندها مفهوم أعظم وأشمل هي تكون أمانة الدين تكون أمانة في كلامنا تكون أمانة في الحقيقة في العرض في الأموال وهذا إن شاء الله نخذوه بشوية بشوية المهم دي ما نذكره قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونعرفه اللي يراه اللي يحب يكون إيمانه كامل لابد أنه يكون من أهل الأمانة نبدأ بالأمانة المعنى الأول في الأمانة اللي هو الودائع هذه حاجة بسيطة ونعرفوها والناس كل يعرفوها إذا حد خبى عندك حاجة إذا استودعك على حاجة لابد أنك تحفظ عليها ما تستعملهاش لمصلحتك ما تخليش أي إنسان يستعملها بدون علم ملاهة وإذا مثلا حد يدخل فيها حتى حد سلفك فلوس ما يذيك تعتبر أمانة لابد أنك ترجع حالو طوى واحد مثلا رحمك وفرج عليك كربة ووسع عليك وانت في ضيق مو كيف ما تخليهش هو في هم وما تخليهش في كربة وما ترجع لهش فلوس لا لابد أنك تعتبرها أمانة ولابد أنك تكبر في نظرك قيمة الأمانة دي وتخاف من المولى جل وعلا اللي أمرك وقال أمرك بأنك تؤدي الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعرف اللي خاين الأمانة رو فيه خصلة من خصال النفاق شي قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان من علامات النفاق أنه الإنسان إذا أتمن خان خطر شنو الفايدة من الإيمان متاع المؤمن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ما يجيش أفعالك تناقض أقوالك أنت تؤمن بالله وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وتؤمن باليوم الآخر كيفاش تتعدى على الناس وكيفاش تاخذ حاجة الناس وكيفاش تظلم الناس وكيفاش تستعملها الحاجة لأغراضك أنت وإلا ما ترجحيش الملاها ما لا لابد أن نكونوا من أهل الأمانات باش ما نكونوش من أهل النفاق المعنى العادي ما لقولنا والمعنى المادي للأمانة أنها الحاجات اللي استودعوها لنا ناس وتكون مادية لكن معناها أعظم وأشمل من هذا ونلقاوها في حياتنا الكل ونلقاوه اللي الأمانة فما أمانات معنوية وردوا بالنا باش تكون كل لحظة في حياتنا عنا أمانة بين يدينا يلزمنا ردوا بالنا عليها ويلزمنا ما نضيعوهاش ويلزمنا نقديوها على أحسن وجه باش ربي سبحانه وتعالى يجعلنا من الأمانات ويرزقنا أجر الأمانات أول أمانة وأهم أمانة هي أمانة الدين وعلى ذاك فما من أهل التفسير اللي يفسر الأمانة اللي يتحدث عليها ربي سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بأنها جميع وظائف الدين باش يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها السماوات والأرض والجبال أشفقت خافت من أنها تتحملها الأمانة هذه كما قلنا أهل التفسير فمشكون فسرها بأنها جميع وظائف الدين أي حاجة أمرك بها ربي سبحانه وتعالى صلاتك صيامك زكاتك الحج أداء حقوق الناس كلها تدخل في باب الأمانة العظمى اللي هي أمانة الدين يقول قيل كيفاش لو ربي سبحانه وتعالى يؤمرني بحاجة وتعتبرها أمانة إيه نعتبرها أمانة الدليل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ما يلخيانة ضد الأمانة وانت كيف تخون ربي سبحانه وتعالى كيفاش خيانة المولى أنك ما تأديش وظائف الدين صلاتك مطالب أنت بأنك تصلي وإذا ما أديتهاش انت خائن للأمانة يقول قيل أنت توا مثلا عندك فلوس عند إنسان ما يذكر على كرايمك ويقولوا أحنا لابد أنك تأديها كيف كيف صلاتك إذا فات الوقت وما أديتهاش احنا شنعتبروها نعتبروها نقولوا قضاء قاعدة قضاء شمعناها؟ معناها رأي على كرايمك حتى لين تصليها وتقضيها وقاعدة كين نيدين في الذمة وكيف كيف الأمانات اللي ما صمتهمش إذا كنت مريض وإلا على سفر كيف كيف هذه أمانة تأديها فما بالك بالإنسان العاصي اللي ما يقديش وظائف الدين أكيد هو خائن للأمانة العظمى للأمانة العلمية نقولوا اللي مش أهل التفسير أهل التفسير معناها ما فسروش الأمانة بكونها جميع وظائف الدين فقط فما يكون فسر الأمانة اللي ذكرت في الصورة الأحزاب أنها الحرية معناها ربي سبحانه وتعالى خير السماوات والأرض والجبال بش يكونوا عندهم الحرية وأنهم يختاروا بين المعصية والطاعة لكن رفضت جميع الكائنات هذه الأمانة وتحملها الإنسان شنية الأمانة؟ معناها حر فيش بين الطاعة وبين المعصية نعرفوا أحنا الملائكة مجبولة على الطاعة ولكن الإنسان يمكن أنه تسيع ربي سبحانه وتعالى ويمكن أنه يعصي وهي حرية مربوطة باش؟ مربوطة بالعقل اللي بيه ربي سبحانه وتعالى كرم الإنسان واللي عنده عقل راجح وعقل رصين ويعرف كيف تسير الأمور أكيد أنه يختار الطاعة خطر فيها مرضات ربي سبحانه وتعالى وأكيد يبعد على المعصية خطر فيها كفران كفران بالنعمة نعم ربي سبحانه وتعالى وكفر بالله جلى وعلاه باعتبار أنه كفر بنعم المولى جلى وعلاه خطر ربي سبحانه وتعالى جعلك في الأرض وعطاك الحواس وعطاك ورزقك من الطيبات ومن الثمار وصخر الكون كله باش تطيعه مش باش تعصيه وعطاك الجوارح باش تطيع ربي سبحانه وتعالى مش باش تعصيه ما للحرية حتى ولو عنده فسرنا الأمانة الواردة في صورة الأحزاب بأنها حرية فعلا تكون أمانة حريتك أمانة لابد أنها تكون حرية مسؤولة لابد أنك تعرف كيفاش تتصرف لابد أنك تتحكم في شهواتك وفي غرائزك بعقلك فمش كون فسر الأمانة زادة بأنها اللي واردة معناها في صورة الأحزاب بأنها أمانة الاستخلاف وأنها كون ربي سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في الأرض وكلفه بالإصلاح في الأرض وأمره بألا يكون من المفسدين وأمره بعمارة هذا الكون وتكون على أساس هذه الأمانة ويكون كل واحد فينا إذا يحب يتحمل الأمانة على المعنى هذا لابد أن يكون فاعل في الأرض مصلح في الأرض نافع للناس وخير الناس أنفعهم للناس ويبتعد على الإفساد في الأرض ما لهذا المعنى الأول للأمانة اللي هي قلنا الأمانة في الدين والتي تشمل جميع وظائف الدين فما أمانة نوع ثاني من الأمانة اللي هو التبليغ الدين نعرف رب سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ العلم ونعرفوا أحنا اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أمين في تبليغ الوحي ورسل جميع الرسل كانوا شو يقولوا كيف يبلغوا أقوامهم قول إني لكم رسول أمين كما قال سيدنا نوحو كما قال سيدنا هودو كما قال سيدنا شعيب كما قال سيدنا موسى أقوامهم إني لكم رسول أمين إني لكم ناصح أمين باعتبار أنهم يبلغوا الوحي كما رب سبحانه وتعالى نزلوا عليهم وكما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الوحي وكما بلغ الدين وبيننا شؤون دين العلماء ورثت الأنبياء لابد أنهم يكونوا أمنا في تبليغ الشريعة وردوا بالنا فما بعض الناس اللي هما ما همش علماء وما وصلوش لدرجة العلم وقرأ كتاب ولا أكتب ولا أقرأ عام ولا عامين ولا قرأ على زوز ولا ثلاثة مشايخ يقول لي يتصور نفسه عالمه يقول لي يحلل ويحرمه يقول لي يتكلم في العلماء وذلك يعرف وذلك ما يعرفش في حين لابد أنه يذكر الإمام مالك ما وصل الأفتاء ومصل لدرجة الإفتاء إلا قداش أفتاء سبعين شيخ من المشايخ متاعه ورغم ذاك الإمام مالك كان يسأل على أربعين مسألة يجاوب على أربعة وفي ستة وثلاثين يقول لا أدري حتى واحد من العلماء يقول لابد أن يورث العالم يجاوب عليه يجاوب عليه يجاوب عليه تصوروا الإنسان يتصوروا الناس ولا يتصوروا العامة كونه فما عالم كامل ويعرف كل شيء لا وفوق كل ذي علم عليم وما أتيتم من العلم إلا قليلة وهذا الإمام مالك شوفوا كيفاش معناها كان من أمانته في العلم أنه ما يجاوبش على كل الأسئلة بالعكس يجاوب على البعض ويقول في الأغلب لا أدري خطر أمانة كبيرة تبليغ عن الله سبحانه وتعالى ولا فما بعض شبابنا يقول كل كلام يسالج أنا هاني نسكر عن الناس هاني نحرم لهم أوك التحريم بها أوك نسكر عنهم كل شيء لا نقوله زادة اللي يحرم ما أحلى الله إثم كبير وهما بني إسرائيل من الحاجات اللي يغضب عليهم ربي سبحانه وتعالى فيها أنهم يحرمون ما أحلى الله وحتى ربي سبحانه وتعالى اشقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرموا ما أحلى الله لك ما نرد بالنا نكون أمناء في نقل العلم والدعوة كيف كيف ردوا بالكم لابد الإنسان أنه إذا بيش يكون داعية وهذا حاجة باعية وحاجة مطلوبة لكن فما حاجات يلزموا يتعلمها فما أسلوب باش ما يكونش منفر بالعكس كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معناه يكونوا مبشرين ولا تكونوا بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا قال إن منكم منفرين شكونهم المنفرين الناس اللي ما همش أمناء اللي ما يبلغوش الشريعة كما هي يختاروا حاجات تناسب أهوائهم وتناسب مذاهبهم وتناسب ربما أغراضهم لأ احنا العالم لابد أنه يكون أمين ومن أمانة أنه ما يبلغ كان الحاجات اللي هو متأكد منها وما يعلم وما يتصدر للإقراء وإلا للتعليم إلا إذا يفتولوا إلا إذا يجزوه مشايخوا إلا ياخذ إجازة من الجامعات الشرعية وإلا من العلماء الثقات والفضلاء ملا هذا وجه ثاني من وجوه الأمانة وعننا زاد يلزم نعرفه اللي زاد من من الأمانات الجوارح اللي عطاهينا ربي سبحانه وتعالى الكل والنعم اللي عطاهينا ربي سبحانه وتعالى الكل هذه كتدخل في الأمانة عنا الجوارح عنا السمع والبصر واللسان والرجل واليد كلها أمانات باعتبار أن لابد أننا نستعملوها كان فيما يرضي المولى جل وعلا ونبعدو بيها عما يغضب الله سبحانه وتعالى هذه يروا اليد والرجل والسمع والبصر وسائل أعطاهينا المولى جل وعلا باش نعمروا بيها في الأرض وباش نطيعوا ربي سبحانه وتعالى بيها وباش نعبدوا المولى بيها إذا أنا باش نستعملها في معصية وإلا في تكبر على خلق ربي وإلا في استبداد وإلا في ظلم يعني ضيعت الأمانة وكنت من الخائنين للأمانة ما لنردوا بالنا جوارح عنا راي كلها أمانة ما نستعملوها كان في طاعة ربي سبحانه وتعالى قلنا نعم ربي سبحانه وتعالى كذلك هي أمانات أين عم أعطاه لك ربي الصح أمانة بلا أنت تجيز ضيع صحتك ربما بخمر ربما بمسكرات ربما بحاجات اللي تفسد اللي بدن اللي هو أمانة بين يديك واللي أعطاه لك ربي سبحانه وتعالى لأغراض محدة لها عبادته وطاعته والإصلاح في الأرض هذا يوجه آخر من الأمانة ومالنا كذلك أمانة ربي سبحانه وتعالى شي يقول يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين فيه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنت مجرد خليفة في المال والمال مال ربي سبحانه وتعالى صحيح هو بين يديك وانت تتصرف فيه كما تحب ولكن حالك كحال الخازن في شريكة ولا كما يقولوا أحنا محاسب في شريكة عنده الكاسة يتصرف بطبيعة كما يحب ويصرف منها كما يحب ولكنه بشي تحاسب نهارة اللي يجيه جرد وإلا آخر العام كيف يعملوا حساب وإلا وقت اللي يجيه هيئة رقابة أكيد بشي يحاسبوه أكيد حتى وكان يصرفه وقبل الكيمحاب أكيد بشي يتعاقب كذلك الإنسان خليفة في مال ربي سبحانه وتعالى ويوم القيامة بشي يكون يوم الحساب الأكبر وبشي يتحاسب الإنسان على كل من اللي يمصرفه يالين درانا صرفه في طاعة ربي سبحانه وتعالى وإلا في المعصية يالين درانا صرفه بشي تكبر بيها على خلق ربي سبحانه وتعالى وإلا صرفه في إعانة خلق الله مالا رضو بالنا مالنا أمانة كذلك أولادنا أمان مالا ربي سبحانه وتعالى عطاك كل أولاد بشي تتفاخر بيهم فقط وإلا بشي تتمتع بيهم فقط لا ربي سبحانه وتعالى عطانا لأولاد والأولاد نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى وأي نعمة كما قال ربي نبلوكم بالشر والخير فتنة أولادنا نعمة لكن احنا محاسبين على تربيتهم ربيهم على طاعة ربي ولا على المعصية ربيهم بما يرضي الله وإلا بما يسخط الله احنا يلزمنا ولداتنا ربيهم على حب ربي على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعلموهم القرآن منذ الصغر ومن الأمانة أني قبل نجيب أولادي ساعة نختار الزوجة صالحة ونختار الزوجة الصالح باعتبار أنهم أبنائش بشيكونوا بشيكونوا على مثال الأب ولا على مثال الأم وعلى ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس تخيروا لنطفكم باعتبار أنها المرأة لابد أن تختار الزوج اللي فيه الدين وفيه الأخلاق وباعتبار أن الرجل لابد أن يختار المرأة اللي فيها اللي هي ذاته دين وبطبيعة الحال لابد أنها تكون عندها أخلاق بش يكونوا الأبناء كيفاش عندهم الدين وعندهم الأخلاق وهكي يكونوا ما ضيعناش أمانة أولادنا العرض كذلك أمانة كل إنسان مطالب بالمحافظة على العرض يلزم المرأة تحمي نفسها تخلي حتى حد يتعد عليها تخلي حتى حد يمثلها بشرفها وكذلك الرجل مطالب أنه يحمي زوجته مطالب أنه يحمي عرض أخته بناته ردوا بالا بنياتنا صغار خاصة 15 و 16 في سن المراهقة وحتى ولداتنا ردوا بالنا عليهم ربما ما يعرفوش مصلحتهم ربما يغرهم الشيطان ربما يدوروا بيهم أصحاب السوء أحنا نوعيهم مش فقط بالكبسة وبالحصرة لا كذلك بالتوعية وأنه قبل كل شيء ربيوهم على طاعة ربي سبحانه وتعالى ومحبة المولى جلة وعلى والراجل زادة كيف كيف إذا يحب يصون عرضه ما يخونش زوجته خطر عفو تعفو نساء نساؤكم إذا يحب هو يحفظ عرضه كذلك ما يعتديش على عرض الناس خطر كما تدينه تدين واللي يعتدي على عرض الناس يجيشكون يعتديله على عرضه ملا ردوا بالنا كذلك المحافظة على العرض يدخل في باب الأمانة حاجة أخرى تدخل في باب الأمانة اللي هي المحافظة على السر توزوز يحكيوا مع بعضهم قلوا احنا المجالس بالأمانات من بعد كيف نخرج ونحاول نحفظوا السر ما نحكيوش بأسرار الناس وخاصة إذا واحد استأمنك على أسراره وحكيالك حكاياته هون يردوا بالنا ساعاتنا لقاوا زوز أصحاء ويبدأوا متعاشرين وكذلك سنوات ربي سبحانه وتعالى سنوات عديدة وهما متعاشرين في لحظة من اللحظات يتعاركوا تولي هذه تحكي بهذه وهذه تحكي بهذه وهذه تفشي أسرار هذه وهذه تفشي أسرار هذه وهذايا خيانة عظمى وتدخل فيها تدخل من باب خيانة الأمانة وحتى لو فرضنا أسأتلك صاحبتك ولا أسأتلك حبيبتك وحكيت بيك أنت ما تحكيش بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شقول أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ما ردوش السيئة بالسيئة بالعكس دي ما أحنا المؤمن يكون عنده معناها حاجة صحيحة في حياته اللي هي الأمانة ما يتخلاش عليها مبدأ واضح يعيش به ما يتخلاش عليه أبدا وهو الأمانة ولا تخن من خانك حتى اللي خانني أنا ما نخنوش باعتبار المؤمن عمره ما يكون خان المؤمن دي ما أمين والمؤمن دي ما يأمنه الناس على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى حياتهم كل إنسان خانك كل إنسان غدرك واحد سلفته فلوس ما رجع لكش واحد أعطيته حاجة ما رجع حيش خانك في خدمة في كذا أنت عمرك ما تخونه دي ما لابد أنك تكون أمين لأن المؤمن لا يكون إلا أمينة ودي ما تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا إيمانة لمن لا أمانة لها ما زال أنه حاجة أخرى رد بالنا تدخل في باب الأمانة وهي الصدق رد بالنا الأقوال أقوالنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أقوالنا كلنا محاسبين عليها واللسان ما تعرفوا إنسان ساعات ينجرب لسان ويقول أقوال تهوي به إلى النار سبعين خريفة والإنسان مش أي حاجة يسمحها يقولها ساعات إشاعة يهزها ينقلها كيكي كيما جات وساعات الكلمة تحل الحرب في عائلة وتحل الحرب في بلاد وتعمل فتن وتقطع علاقات أقوالنا زادة وأخبارنا اللي نحدثوا بها راي من باب الأمانة تلقى حياتك لكل كلها أمانات تلقى روحك في كل لحظة عندك أمانة بين يديك مطالبة بأنك تحافظ عليها خلي عاد الأمانات العادية واللي حكينا عليها الودائع والأموال واللي مثلا يخدم في خدمة وعنده الأجهزة متاع الخدمة هذيك كلها أمانات بين يديك وخدمتك اللي مش تخدمها هذيك أمانة بين يديك ما يجيش واحد مثلا يخدم في خدمة يروحها بشوية ستلوات بالخدمة وإلى شوية أوراق يقول لك لا هذيك في الخدمة موجودة خاصة إذا يخدم ساعات في وزارة ولا في إدارة يقول لك لا عارفي خليني يشكون عارفك هي خاصة إذا تكون في وزارة ولا في إدارة هذيك أموال الشعب الكل ردوا بالنا هذي من باب الخيانة ولا واحد يخدم في سبيطار يهز ساعات فما يكون يهز دويات وهز فاصمة وهز كذا يقول لك أنا نعمل في الخير نهز نهز للناس لا ردوا بالنا هذي أموال عامة من شأن أننا نحافظ عليها خطرها من باب الأمانات وإلى ساعات وحد شنو يقول لك يقول لك أنا عارفي ما يخلصش فيها مليح أنا باش نخلص نخلص أوك بقية شوية شهرية وشوية الباقي نهز من الأجهزة متاع الخدمة لا ينقول له هذي من باب الخيانة ثم إذا اتفقتوا على أجر أنت ها أنت سواء ترضى بالخدمة هذه ولا ما ترضاش أما إذا باش تخدم وباش تهز حاجات على أساس أنت ناقص في الشهرية هذا يرد بالك تكون خاين واللي كما قلنا يخون تكون في خصلة من خصال النفاق والمنافقين في الدرك الأسفل من النار وتكون إيمانك ما هو شي كامل وإذا أنت تحب تكمل إيمانك لابد أنك تكون من أهل الأمانات حاجة مهمة يجبنا نعرفوها اللي هي من الأمانة واللي هي أعمالنا أي واحد كلفك بمهمة عمل وإلا كلفك قصدك في قضية وإلا مسؤولية ولا أمانة وإلا معناها خدمة باش تخدمها تولي هذا من باب الأمانات إذا قبلت سواء أنت مكلف بها رسميا في خدمة ولا كذا وإلا إذا حدت كلفك بمهمة وإنت قبلت تولي هوني من باب الأمانات ولابد أنك تحافظ على الأمانة ولابد أنك تأديها أحسن الأداء وإلا تكون ضيعت الأمانة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر السعة سألوه قالوا له وكيف ضيعوها قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر السعة إذا أسند الأمر إلى غير أهله أنت مسؤول بأنك الدخل خدامة لشركة معينة وإلا الإدارة معينة وإلا أنت حطتوك معناها في مناظرة معينة لابد أنك تختار الأكفأ والأحسن والأفضل مش على أساس معارف وحسابات وكذلك على أساس خبرات وعلى أساس كفاءات ونيفهم بعض الناس يقولك لا المرادية كلها بالمعارف والأكتاف لا مش صحيح صحيح فم جزء من الانتدابات وإلا من التعهينات يتم بالمعارف والأكتاف من الناس ما تخافش ربي أكيد لكن اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى ما يعتمدش المقاييس هذي ولله الحمد فما ناستيقات وفما ناس اللي هما يخافوا ربي سبحانه وتعالى وما يدخلوا كان الأكفأ والأفضل والأحسن حفاظا على الأمانة وما نقولوش هذا ما مش واقع لها فما كثير من الناس ما يخذين وشدين بلايس وشدين أماكن باش بالأمانة وعليش وخطر يعرفوها أمانة وخطر يعرفوا اللي هما بشي تسألوا أمام رب العالمين سيدنا أبو ذر قال للرسول صلى الله عليه وسلم ألا تستعملوا حاب يحطوا والي على المسلمين قال فضرب بيدها على منكبي وقال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أداها بحقها هنا الأمانة تكون يوم القيامة مش نية خزي وندامة علي مقامش بها على أحسن وجه ساعات واحد يحب يولي مسؤول لكنه هو مش أهل كيبه قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هوني الأبو ذر قال له إنك ضعيف وإنها أمانة شوف رغم اللي هو يحبه ورغم اللي صحابي ويعرفه لكنه ما ولهش فماش حشما في المراذية وما فماش نحسبه في حسابات مغلوطة لا لابد أن نكونوا صراحة مع الناس ولابد أن ما نوليوا الأمور إلا للناس اللي هي كفئة بش يكونوا من أهل الأمانات وخاصة إذا أحنا نعرفه جزاء الأمانة اللي هو جزاء عظيم ربي سبحانه وتعالى قال في سورة المؤمنون وبشر المؤمنين بأنه اللي بش يكون من أهل الأمانة إن شاء الله بش يكون في الفردوس الأعلى وعلى ذاك جاء في سورة المؤمنون قولهم سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يجعلنا من الناس ذوم من المؤمنين المفلحين قد أفلح المؤمنون اللي هم شنوة من صفاتهم أنهم هم لأماناتهم وعهدهم راعون يحافظوا على الأمانة ويحفظوا الأمانة ويأديوا الأمانة والأمانة كما قلنا هي في كل شيء في حياتنا ملا اللي يحب يكون إيمانه كامل واللي يحب يكون من أهل الفردوس الأعلى عليه باش يكون من أهل الأمانات وعليه أنه يحافظ على الأمانة إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يجعلنا من الأمانات وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يرزقنا أحسن الأخلاق وإن شاء الله يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي صلي وأسلم دائما أفادا على حبيبيك خير الخلق كله بمولاي